دعونا نلقي نظرها على الصورة التالية التي لدينا أمام حضرتكم قائد شرطة أمستردام يفضح المشجعين الإسرائيليين الذين أتوا لملعب يوهان كرويف من أجل مساندة فريق مكابي الإسرائيلي ضد آيكس أمستردام طبعا المباراة انتهت بهذيمة مدوية وصحقة للفريق الإسرائيلي الصهيوني لمصلحة نادي آيكس أمستردام الهولندي 5-0 أقل شيء لكن قائد الشرطة في أمستردام ظهر في المؤتمر الصحفي وأعلن عن الحقيقة بأن هؤلاء قاموا بعمليات تخريب وتدمير إذن من تصدى لهؤلاء هم المغاربة المغاربة هم من دافعوا عن أمستردام ضد هذه الهمجية وأهل أمستردام وجدوا العنف والهمجية والأفعال التي لا تمت للإنسانية بصلة من قبل هؤلاء المتطرفين ونحن نتحدث عن قبل المباراة بيومين كان هناك خبر لافت في الصحف الأوروبية يتحدثون عن أنه فريق من الموساد سيأتي لأمستردام من أجل حماية نادي مكابي تل أبيب الإسرائيلي ومع ذلك حينما تطاولوا في مدينة أمستردام دعم المغاربة في أمستردام رجال الشرطة هذه هي حقيقة الأحداث قائد الشرطة في أمستردام يقول كان هناك عنف كان هناك همجية كان هناك خروج عن القانون اعتداء على الممتلكات العامة والخاصة من قبل الجمهور الإسرائيلي لذلك نحن نشير إلى أن هؤلاء الآن فضحوا أمام أعين الشعب الهولندي حتى جمهور الهولندي الحاضر في ملعب المباراة فوجئ بأنه من الإنسانية حينما يقف الجميع دقيق أحداد على أرواح ضحايا فيضان في أسبانيا أن يقف الجميع احتراما لأرواح الضحايا لكن وجدوا الإسرائيليين في المدرجات يشعلون الشماريخ يهتفون هتفات معادية للإنسانية يقولون سنقوم بقتل كل أطفال العرب والمسلمين لا توجد مدارس بغزة لأننا قتلنا كل أطفال غزة ترجمة نانسي قنقر